الأخبار من الحدد الكاظمي يوقف وزير الصحة ومحافظة بغداد عن العمل ويحيلهما للتحقيق بعد حادثة مستشفى بن الخطيب برسالة خاصة وزير خارجية إيران يطالب المرشد بتخفيف الضغط عن فريقه التفاوضي بفيانا مع خلافات حول خروج المرتزقة وفتح الطريق الساحلي اللجنة العسكرية الليبية تستأنف اجتماعاتها بسرط طبا يومكم مشاهدين أينما كنتم ونشر مفصلة عبر شاشة الحدث والبداية من العراق وتداعيات حريق مستشفى بن الخطيب في بغداد حيث أفاد بيان حكومي بأن الرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قرر تعليق وظيفة كل من وزير الصحة ومحافظة بغداد ومدير صحة الرصافة وإحالتهم للتحقيق بعد حريق المستشفى المستشفى يقع جنوب بغداد وحدث فيه حريق جراء انفجار خزان أكسجين أدى لمقتل العشرات في مستشفى مخصص لمرضى كورونا هذا أعلن مجلس القضاء الأعلى أن محكمة الرصافة قررت توقيف مدير مستشفى من الخطيب وعدد من المسؤولين إلى حين اكتمال التحقيق ومعرفة المقصرين في الحادثة هذا وأعلنت وزارة الداخلية العراقية أن عدد ضحايا حريق مشفى من الخطيب وصلوا إلى 82 في حين بلغت عدد الإصابات 110 حالات ورجحت الداخلية أن ترتفع عدد الضحايا نظرا لعدد المصابين بحالات حرجة وقالت الداخلية أن الحادث ما كان له أن يحدث لو كانت هناك احتياطات كافية مؤكدة أن الأخبار عن حريق المستشفى كان متأخرا وقال البيان أن بعض ضحايا مستشفى من الخطيب قضوا بسبب الحريق وأخرين رموا بأنفسهم قالت الداخلية العراقية أن العراق شهد 7000 حريق في الثلث الأول من العام الحالي وحذرت الداخلية من أن افتقار عدد كبير من المؤسسات لأبسط أمور السلامة والدفاع المدني مشددة على ضرورة التزام كل المؤسسات العامة والخاصة بقوانين الدفاع المدني بموجب القانون إلى ذلك كلفت رئاسة مجلس النواب لجنة برلمانية بتقص الحقائق بشأن حادثة مستشفى بن الخطيب والتي راح ضحيتها 82 شخصا و110 جرح على الأقل وأعلن بيان لرئاسة البرلمان أنه تقرر تكليف لجنة الصحة والبيئة بممارسة دورها الرقابي بتقص الحقائق لمعرفة أسباب وقوع الحادث والمقصرين كما وجهت بالمباشرة ميدانيا مع الجهات المعنية بجمع البيانات والمعلومات والوقائع وعرضها على أعضاء مجلس النواب في الجلسة الاستثنائية يوم غد الاثنين والمخصصة لمناقشة الحادث يعني الأطفال جتني وراء ساعة ونوص يلا طبت النار طبت وحده وراء الحادث يبقى ثلاثة أربعة ساعة ووراء النوب يلا إجدت وحده النوب بنا نعم يا عالم جوح ترقيت عندك ما الطوارئ الطوارئ فرد نوب عطبه هم والمعينين مالتهم لأن ما تقدر تطلح ديش لأن دخانة وحريق أبطالة مالوكسيجين طاقة بي هناك وتخوف صار ثلاثة مستشفيات متروسة مرضى اللي همال يعني وزير الصحة استغيل فوراً كل التبريرات البرحة كلها نبوع عالفيس كلها تبريرات العالم احترقت بالتسعين واحد الله شايد علينا يعني لا إصعاف يعني هاي السيارات الحمل قمنا نشيل بيهم بالحمل وبالتكاتك تكاتكنا نضرب ويت وهي في دول العالم هنالي بالمستشفى يعني أكو مستشفى ما بيها دفاع مدني يخلوني أو شغلة طوارئ مثلاً زين وثاني يعني هاي الشغلات اللي صارت تخصير يعني للدولة يعني من السمين اللي لقا زين كفيلة محمد يعني صعدنا هنا العالم اللي محترق اللي شناها محترق هنا يعني يعني ما تنوصف يعني أطفال عائلة كاملة تحترك الزميرة هدير الربعي هنا في غرفة الأخبار معها المزيد من التفاصيل حول هذا الحريق الهائل الذي التهم المستشفى خالص تعازين هدير ومأساة أخرى تلحق بالعراق بالفعل نعم يبدو أن المآسي لن تنتهي في هذا البلد إذن نلقى ضوء على بعض المعلومات التي تخص اسماء مستشفى ابن الخطيب فهو يقع هذا المستشفى في منطقة جسر ديالة جنوب بغداد وتعرف هذه المنطقة عموما بمنطقة التويثة وهي منطقة زراعية مفتوحة طبعا أغلب المنطقة هي عبارة عن بساتين ومزارع افتتح المستشفى عام 1962 من القرن الماضي المستشفى كان خصصة للأوبئة والأمراض المعدية مثل السل الرئوي والحصبة والجدري والتايفويد والكوليرا وغيرها طبعا من هذه الأمراض قبل عام من الآن خصص هذا المستشفى لعزل المصابين بفيروس كورونا ولا سيما الحالات التي تحتاج مراقبة طبية مشفى ابن الخطيب يتكون كما هو معروف من ثلاثة طوابق كل طابق يضم قرابة 150 سرير وصالة إنعاش فضلا عن المختبرات الطبية كما هو معروف وكل ردها تحتوي على سبعة أسرة أزمة مستشفى ابن الخطيب كبيرة جدا وهي كارثة إنسانية فهي نتيجة الإهمال الكبير ولا يمكن طبعا أي طال هذا الإهمال مركز صحي مثل هذا المركز القديم حيث لم يخضع لأي عملية ترميم أو تطوير منذ أعوام ويفتقر إلى أي مقويمات صحية فضلا عن افتقار هذا المشفى لأجهزة الإنذار للحالات الطارئة وهو ما فقم وأدى لهذه الكارثة الكبيرة المستشفى كان من المقرر أن يخرج عن الخدمة منذ سنوات ولكن الإهمال وعدم المراقبة من قبل الوزارات المتعاقبة طيلة السنوات الماضية فقم هذا الوضع حتى وأيضا عمليات الفساد المستشري في المؤسسات العراقية ربما أدى أيضا أحد الأسباب الكبيرة لهذه الحادثة والجدير بالذكر أن مستشفى ابن الخطيب ليس الوحيد الذي يعاني من الإهمال فأغلب المستشفيات الحكومية في بغداد وباقي المحافظات والتي يصل عدد هذه المستشفيات حصرا في بغداد إلى قرابة 45 مستشفى كل هذه المستشفيات وهي مراكز طبية كبيرة جدا تفتقر إلى المقومات اللازمة وتعاني بالتالي من الإهمال وخاصة مباني مدينة الطب ومركز الجملة العصبية وهي كانت مراكز طبية كبيرة في العراق عموما وليس في بغداد صعب جدا إذا ما تخيلناه هدير أنه أنا داخل علشان أتعالج أخرج فاقد الحياة أو محروق أو أقذف من نافذة حتى أنجو بحياتي مع الأسف هذا هو الحال السلام علي العراق شكرا لك جزيلا هدير شكرا من بغداد ينضم إلنا أمين عام حزب الخيار العربي وعض لجنة النزاهة النيابية السابق عبد الكريم عبطان أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الكريم أستاذ عبد الكريم لن تكفي الكلمات في المواساة هنا نتحدث عن كارثة كبيرة وما زالت الأعداد نحن هنا نتحدث عن 82 وما زالت أيضا تبلغات بأعداد أكبر سواء في الإصابات أو حتى عدد الوفايات كيف يمكن أو من سيدفع هذه الفاتورة وهي فاتورة باهظة الثمن هنا نتحدث عن أرواح نتحدث عن مستشفيات ويبدو أنها ليست الوحيدة ربما هناك ملفات فساد أكبر ستفتح بسبب ما حدث بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لك أخة أسماء على هذه الاستضافة ومن خلال قناتكم الكريمة نعزي ذوي الطحايا وحقيقة في مناسبة هذا المصاب الجلل نسجل أسفنا ونتمنى أن مثل هذه الحالات لن تتكرر ثلاث أشياء مهمة وصلت هذه المستشفى ووصلت غيرها إلى نهايات مدببة حقيقة الأمر أولا الفساد وثانيا سوء الإدارة وثالثا الإهمال وتعرفين جنابك قضايا مهمة في أي بلد بالعالم هي المعيار لتقدم هذا البلد اللي هو الأمن العام والأمن الغدائي أنا سأعتذر لحضرتك عن هذه المقاطعة لكن حتى تكتمل الصورة والمعلومة هناك تبليغ ربما بعدد حالات أكبر أو حتى لا نتمنى ذلك لكن الإضاحة الصورة ينضم لنا من أمام مستشفى من الخطيب جنوب بغداد الزميل مراسل الحدث سامر الكوبيسي سامر كيف هي الصورة لديك ونتمنى أن لا نسمع أخبار جديدة عن ضحايا ربما نكتفي بهذا العدد في البداية مساء الخير أسمى للأسف هناك بعض المصادر الطبية تتحدث عن زيادة في أعداد حالات الوفيات تتجاوز التسعين حالة أي بمعنى زيادة أكثر من ثمان حالات بسبب بعض الحالات الخطيرة التي تسبب بها الحريق أغلبها كانت بسبب الحروق أو حالات الاختناق أسمى جميع من كانوا هنا نقلوا إلى مستشفيات أخرى إن كانوا من الراقدين أو حتى من المصابين بسبب الحريق نقلوا إلى مستشفيات الزعفرانية وكذلك مستشفيات أخرى وسط العاصمة بغداد مستشفى الشيخ زايد استقبلت مجموعة وكذلك مستشفى اليرموك مستشفى اليرموك استقبلت الجزء الآخر بمعنى توزعه على جميع المستشفيات أسمى هنا ربما بعد ساعة من الآن ستكون هناك وقفة لأهالي هذه المنطقة وحتى ذوي الضحايا وإيقاد الشموع من أجل المطالبة أيضا بإيقالة وزير الصحة العراقية دكتور حسن التميمي وتحميله المسؤولية فيما حدث يوم أمس لكن أيضا أسمى بحسب بعض العاملين في مستشفى ابن الخطيم اتقيناهم قبل قليل أكدوا لنا هم رفضوا أن يظهروا أمام شاشات التلفزيون أو حتى الكاميرات لكنهم أكدوا أن ما حدث يوم أمس هو بسبب الإهمال تحديدا إهمال بعض المرافقين الذين كانوا يتواجدون مع أحد المرضى تحديدا في ردهة الإنعاش الرئوي في الطابق الثاني من المستشفى كيف يعني المرافقين هل أشعل شيء لأنه في الأخير نحن نتحدث حتى لأنه لا يوجد فيها دفاع مدني المستشفى خالية من الدفاع المدني نعم أسمى هي لا يوجد حتى أنظمة للإطفاء الأوتوماتيكية التي موجودة في جميع مستشفيات العالم هناك أنظمة للحريق تتواجد دائما في هذه الأماكن خاصة مع وجود غاز الأكسجين بكثرة لأن هذه المستشفى هي مستشفى للحجر الصحي لمرضى كورونا بالإضافة إلى بعض المصابين بضيقة التنفس أو المشاكل التنفسية وحتى حالات الإنعاش لكن بحسب المصادر وبحسب أيضا من كان يتواجد داخل المستشفى هو بسبب أحد المرافقين كان هناك حالة إهمال أدخل مشحى الكهربائي إلى هذا المكان مما تسبب بوجود شرارة بعد تسريب في إحدى قناني الأكسجين مما تسبب بيع الحريق لكن هذه هي مصادر غير رسمية أسمى هي أحاديث عن طريق الكادر الطبي الموجود هنا لكن أيضا خبراء الأدلة الجنائية وبعض المسؤولين يتواجدون هنا داخل المستشفى من خلفي لجمع الأدلة من أجل التحقيق في أسباب هذا الحادث وهذا الحريق مصطفى الكادمي رئيس الوزراء أستوضح منك في شيء فقط سامر وأعتذر عن المقاطعة ما معنى إدخال مشعى الكهربائي؟ هل كانت الكهرباء مقطوعة في المستشفى؟ ما المقصود بإشه؟ مشعى الكهربائي نعم بحسب الكوادر الطبية التي التقيناها هو لعمل وجبات الغذاء هنا داخل المستشفى يمنع طبعا بحسب مصادر طبية وبحسب أمن المستشفى هم يمنعون دخول هذه المشاعر الكهربائية أو حتى الهيترات لكن ربما بشكل أو بآخر تم إدخال هذا الهيتر داخل الردها وبعض الفيديوهات أيضا تتحدث إحدى العاملات في مجال الصحة داخل المستشفى بأنها حذرت هذا المرافق في أكثر من مناسبة لكن التحذيرات لم تكن رادعة لهذا المرافق مع المريض مما تسبب باشتعال كبير واشتعال حريق كبير واشتعال الردها التي كانت تتوجد فيها ردها تأل العاش الرئوي لكن أيضا أسمى ربما تهالك البناء التحتية في هذه المستشفى وعدم وجود أنظمة للحريق وكذلك بعض السقوف الثانوية القابلة للاشتعال بسرعة هو هذا ما تسبب بهذا الحريق الهائل الذي وصفه هنا من يتواجد هنا في هذه المنطقة بأنه فاجعة كبيرة حلت بهذه المنطقة يعني إلى اللحظة أشكرك سامر نحن في متابعة مستمرة لهذا الحادث الأليم ونعود أيضا لضيفنا أمين عام حزب الخير العربي وعضو رجلتنا زهنيابية أستاذ عبد الكريم عبطان أستاذ عبد الكريم استمعت الآن إلى سامر وما تحدث عنه يعني تتجاوز 90 حالة وفاء هنا الحديث عن حالات اختناق وربما حالات في طريقها لذلك هنا الحديث أيضا عن اززياد العدد الجديد أنه لما سامر يتكلم على أنه هناك إدخال مشعل كهربائي لعمل واجبات الغذاء إذن هنا أمن المستشفى أيضا مسؤول أنا الحقيقة عندي معلومات لحد الساعة السابعة صباحا بأنه عدد الضحايا هم بحدود 96 أو 97 حقيقة الأمر ومن مصدر مهم يعني حقيقة والعدد قابل لزيادة لأنه ما تبقى من الناس المصابين والجرحة أيضا قسمهم في حالات حرجة لأنه عملية اختناق وعملية حريق وأيضا أساسا هم في مرض كورونا مرض هذا اللعين حقيقة الأمر يعني ما يسعفهم أن يستنجدوا من هكذا قضية الحقيقة أنا يعني هذا التقرير مهم ولكن علينا أن لا نتعكز على شخص أو رجل عادي جاء بمشعل أو جاء بشيء وكل هذه القضية تكون في هذا الاتفاق هو كشف جوانب أخرى كشف جوانب أخرى يعني مستشفى بهذا الحجم مخصصة وفيها أجهزة أكسجين لا يوجد فيها دفاع مدني وما أكثر الكواليس أيضا ربما التي ستكشف أستاذ عبد الكريم هو الأمر خلينا نحكي بصراحة نحن الآن نتكلم عن مستشفى عمرها أكثر من 40 سنة حقيقة الأمر الجانب الصحي في العراق وصل إلى حالة يرثى لها نحن أولاد العراق ونتكلم بصراحة وهذا الشيء يفترض أن يعتبر هذه القضية وخاصة نحن ناشد دولة رئيس الوزراء باعتبار هو ولي الدم فيها العراق أن يعتبر هذه القضية هذه قضية مقياس ومعيار لتكملة أو لمحاسبة القضايا الأخرى سواء كان في الجانب الصحي أو الجانب الأخرى تعرفين جرامبك نحن بالقانون عندنا قسم من الأمور اللي هي بها تعاطف يعني مثل هكذا قضية قسم من القضايا لو كان هذا القتل مشارع أو في أماكن آخر ما يتعاطف فيها الرأي العام والناس والآخره لأنه هؤلاء مكبلين الأياد أو ناس مرضى أو معزل في مكان آخر ووصلوا إلى قضية قضية مثل هكذا قضية حتى العقوبة عند القضاة في هذه القضية ستكون أشد للمسبب حقيقة الأمر نحن نتكلم عن المدخلات هذه مخرجات نحن الآن نتكلم عن مدخلات الجانب الصحي في العراق جانب متهرئ فيه فساد وفيه فساد إداري وفيه فساد مالي وهذا ما ثبت من خلال اللجان سواء كانت فيه لجان النزاهة أو هيئة النزاهة أو من خلال الاستجوابات وهذا الموضوع التراكمي هذا الموضوع ليس موضوع جديد الآن حقيقة الأمر في مستشفيات الآن هذا الإجابة هو ليس من الباب التبرير قسم من الناس كانون ما عندها بالمستشفى يروح يجيبها المواطن أو بطل مغذي أو أشياء أخرى وهذه ملموزة وحجينا بيئة وحجينا معجهات يعني رسمية منصبك مهم يعني حضرتك منصبك مهم وكنت عضو سابق في لجنة النزاهة النيابية عندما كانت تقدم لكم شكاوى بتهالك هذه المستشفيات وبوجود فساد مالي وإداري داخلها أقصى إجراء كان يتخذ مع هذه الإدارات ما هو الإجراء الذي كان يتخذ وهنا نتحدث عن أرواح بشر يعني أنا بدخل المستشفى كمئن على نفسي ستأسمى أنا تحمل مسؤولية ما رح أقول يعني على جواب على سؤال جنابك فضل أنا في مرة من المرات قدمت تقرير مفصل بعد أن أجتمعت مع مدراء المستشفيات في بغداد كلها وهذا مثبت ويسمعوني مدراء المستشفيات ويسمعوني المسؤولين في وزارة الصحة وحتى دولة رئيس الوزراء السابق من كان في زماني ممكننا في الدورة الثالثة في البرلمان العراقي وقدمت أشياء مفصلة وكانوا مدراء المستشفيات بانطوني تقارير بمستوى عالي من الشفافية والصراحة وقدمت مكتوبة بتوقيعي بالقلم الأحمر وقدمت إلى رئيس الوزراء وإلى وزيرة الصحة في وقتها السيدة عديل أحمود وقدمت إلى الجهات المعنية وطلبنا منها إجراءات تعرفين جنابك إحنا لجان كاشفة نقدم التقارير ويفترض أن يكون العلاج عن طريق السلطة التنفيذية الآن خلينا نتكلم عن أرواح ناس سواء كانوا بالجانب الأمني أو كانوا بالجانب الصحي أو الخدمي حقيقة الأمر يعني العراقيين بشكل عام لا يعولوا على موضوع التحقيقات واللجان ولكن حادثة وهذا المصاب الجلل من هذا النوع علينا أن نكشف الأوراق كما هي وتعتبر أساس لمكافحة جميع الملفات التي تورط فيها ناس توصلوا إلى ستة الحكم حقيقة الأمر ونحن نعرف أن هذا الرجل الذي هو دولة رئيس الوزراء جاد في عملية مكافحة الفساد ولكن نحتاج إلى شفافية وإجراءات اليوم نحن نتكلم عن خمسة أيام يفترض خلال هذه الخمسة أيام تكشف كل الأوراق ويحيل المتسببون إلى القضاء لينالوا جزاهم العادل هذه أروح ناس وتعوض الشهداء ويعوض الآخرين ونبدأ بمرحلة جديدة من عملية المحاسبة أنت شايفة الآن الدنيا وين وصلت الآن أنت الآن الأخوة العرب والعالم وأبعد دولة ضعيفة بالعالم لا توجد قضايا بدائية في عملية تشغيص المرض أو العلاج هذه مثل هذه القناني ممكن أن توضع على شكل أنابيب على شكل آخر تطور بشكل أجهزة تقوم وزارة الصحة بتطويرها الآن كوكارثة الأدوية أكثرها الآن وهذه أيضا فتحناه بها مجال الغلاء في عملية وانت سألتي من يتحمل هذه المسؤولية اليوم الطبيب كشفيتها خمسين ألف وستين ألف النساء تبيع الحلة مالتها وتبيع سيارات حتى تعالج أو تذهب إلى الهند أو تذهب إلى مناطق أخرى لغرض العلاج بسبب تردي الوضع الصحي بالعراق حقيقة الأمر هذا الموضوع لازم نحكي به بصراحة وعلى دولة رئيس الوزراء أن يثبت الأمور ويبدأ بعملية المحاسبة الحقيقية خاصة بالجانب الصحي والجانب الخدمي الذي وصل الآن وصل العراقيين إلى مرحلة من اللئاس في هذا المجالات الحقيقة ووصلت المرحلة إلى فقد الأرواح بالحريق يعني هنا أيضا كارثة أكبر ربما أرواح الناس يمن ستبدأ يعلو صوتها أكثر من ما هم أحياء على الأرض بالفعل أشكرك جزيلا الشكر على هذا التوضيح وعلى هذه النقاط الهامة التي ذكرتها معنا من بغداد كنت معنا أمين عام حزب الخير العربي وعضو رجنة النزاها النيابية السابق صيد عبد الكريم عبطان شكرا جزيلا لك وخالص التعازي طبعا وصلوا جماعة الدفاع المدني عبطال دولة شباب شكرا جزيلا لكثيرا 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 لكثير ترجمة نانسي قنقر نشر موقع إيران إنترنيشنال تسجيلاً صوتياً لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف يكشف فيه أن قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني والذي قتل في العراق ضحى بالدبلوماسية من أجل الحرس الثوري موضحاً أن سليماني كان يحدد نقاط التفاوض من أجل ساحة المعركة وكان الضريف قد طلب في وقت السابق اليوم أن المرشد الإيراني علي خامنئي إلى تخفيف الضغط السياسي الداخلي على فريق التفاوض الإيراني الموجود في فيينا ونقل موقع إيران إنترنيشنال عن مصدر المطلع أن رسالة الضريف تضمنت أيضاً وعداً لخامنئي بعدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في إيران بعد قصف لمواقع إيران داخل سوريا لعشرات المرات توعد رئيس الأركان الإيراني إسرائيل برت وقال اللواء محمد باقري أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها مستقبلاً ستعرض مصالح إسرائيل للخطر مضيفاً أن إيران لن تحدد هوية الجهة التي ستنفذ الهجوم ولكن ستكون ضمن ما سماه جبهة المقاومة اللواء باقري قال بأن الإسرائيليين يعتقدون أن بإمكانهم استهداف أراضي سوريا وبشكل دائم وإلحاق الأذى بأماكن مختلفة وفي البحار ثم يتوقعون عدم حصول رد إلى ذلك كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أن ضابطاً سورياً في الدفاع الجوي لنظام السوري التابع للواء 23 نفى أن يكون سبب الانفجار في الناقلة الإيرانية طائرة مسيرة أشار رامي عبد الرحمن إلى أن الانفجار مفتعل وربما استخداراتي وليس حادثاً عرضياً ضابط بالدفاع الجوي في اللواء 23 في بانياس نفى لي بشكل شخصي بشكل قطعي أن يكون هناك رصد لأي طائرة مسيرة جاءت من أجواء لبنان أو جاءت من أجواء أخرى أو من عرض البحر واستهدفت ناقلة النفط الإيرانية التي تحمل النفط الإيراني سواء كانت مسجلة في بيروت تحت مسمى آخر أو مسجلة لحساب شركة أخرى ولكن بشكل قطعي هي تحمل نفط إيراني ودخلت إلى المياه الإقليمية السورية عبر قناة السويس مع ناقلتين نفط أخرى أفرغت النفط في ميناء بانياس للنفط أو في شركة سورية لنقل النفط لكن العطل الذي هو استخباراتي أو عطل فني حسب الذين كانوا موجودين على مدن هذه النقلة لم يكن هناك أي خطأ فني كان هناك احتراق لخزان من خزارات النفط يعني قد يكون هناك عمل استخباراتي عمل استهداف رسالة واضحة لكن من قام بالقول بأنها طائرة مسيرة ليس شخص عادي بل شركة النفط أو المسؤول على الوزارة النفط في سوريا وسانا وأصدروا بيان رسمي وقالوا عمل تخريبي وجهات من جهة لبنان الطائرة المسيرة لذلك أقول بأن الاستهداف أو التفجير أو احتراق خزار النفط هو مفتعل وليس نتيجة لحام على مثل هذه النقلة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من باريس ينضموا لنا المحلل السياسي ماجد الخطيب أهلا ومرحبا بك أستاذ ماجد أستاذ ماجد يبدو أن الحال يشرح نفسه الآن مع كثير من المعطيات الواضحة على الأرض ربما مفاوضات فيينا وحديث أن لا يكون هناك ضغط سياسي على مجموعة المفاوضين والأفعال التي تقوم بها إيران أو حتى ما تصرح به من وقت إلى آخر وتضاربها من وقت إلى آخر أين كانت المعطيات الآن؟ هل ذلك سيؤدي إلى مواجهة حتمية ربما؟ مباشرة لأن كثير من الأوراق قد كشفت؟ نعم بداية تحية طيبة لك والأستاذ المشاهدين في الحقيقة يمكن القول بأن هناك حالة من التصعيد غير المعتادة بين الجانبين الإيراني والإسرائيلي سواء من حيث طبيعة بنج الأهداف المستهدف سواء من حيث طبيعة الوسائل العسكرية أو الأسلحة المستخدمة من كل الجانبين وبالتحديد الجانب الإسرائيلي أكثر منه الجانب الإيراني سابقا كانت المواجهات على سبيل المثال البحرية غالبا ما يتم التكتم عنها ما بين الجانبين الإيراني والإسرائيلي كذلك أيضا في السابق عندما قامت إسرائيل باغتيال مجموعة من العلماء الإيرانيين على خلفية الاتفاق النووي الأول أيضا إيران كانت متحفظة عن ذكر هذا الموضوع وعدم اتهام إسرائيل في حينه الآن المواضيع أصبحت مكشوفة أكثر علنية أكثر بدأت المواجهات تأخذ منحة تصعيد آخر إذا ما نظرنا إلى تصريحات أساسة الإسرائيليين بالقول بملء الفن بأنهم لن يسمحوا لإيران بأن تكون دولة نووية على الإطلاق لن يسمحوا لإيران بأن تتمدد في الأقليم السوري وفي لبنان وأن تمتلك أسلحة متطورة تستطيع أن تنال العمق العمراني الإسرائيلي كذلك أساس الإسرائيليون اليوم على سبيل المثال دعينا نذكر نقطة مهمة على ضوء سؤالك سيدة الفاضلة الوفد الإسرائيلي اليوم في زيارته إلى الولايات المتحدة يسعى جاهدا إلى إحداث اتفاق جانبي بعد أن أيقن الجانب الإسرائيلي بأنه لن يكون بمقدوره ثني عزيمة بايدن على السير في إحياء الاتفاق النووي الإسرائيليون الآن يحاولون الحصول على مزيد من الدعم العسكري لهم يريدون تثبيت تفوقهم العسكري في المنطقة هناك معلومات سربتها الصحافة الإسرائيلية أذكر لك على سبيل المثال صحيفة جولو زالين بوست قالت بأن نيتنياهو والفريق الأمني المنسجم معه كرئيس الموساد يوسيكوهين على سبيل المثال يقومان بالتحضير بوضع خطة عسكرية لتدمير مشروع إيران النووي وليس فقط تعطيله ولكن هذا بالمقابل يحتاج إلى جانب الخطة العسكري يحتاج إلى دعم عسكري يحتاج إلى أضعف الإيمان في المستقبل الولايات المتحدة أن تكف النظر عن إسرائيل مقابل أن لا تفاجئ إسرائيل الولايات المتحدة في أي خطوة من هذا الشأن إذن نحن أمام مشهد تصعيدي في طبيعة المواجهات ما بين الجانب الإيراني والجانب الإسرائيلي إلا أني أنا أتوقع في حقيقة الأمر أن إيران لن تقدم على أي مواجهة في الوقت الحالي قبل التوقيع على الاتفاق النووي لن تقدم على أي مواجهة مع إسرائيل الآن إيران سوف تتلقى المزيد من الضربات الإسرائيلية والمزيد من الصفعات قبل أن تبرم الاتفاق النووي ربما يتغير حتى وأن أخذ كلام باقري بعين الاعتبار حتى وأن أخذ كلام باقري بعين الاعتبار أستاذ ماجد وهنا دائما ما تعتمد إيران على استخدام كلائها وأسلحة كلائها صحيح كلامك ولكن إذا ما نظرنا حتى عندما قتل قاسم سليماني على سبيل المثال ما الذي فعلته إيران؟ أطلقت تهديدات كثيرة من المسدس فارغ لم تفعل شيء على الأرض بل على العكس تماما قامت بإطلاق صواريخ إلى المنطقة الخضراء في العراق وكانت بدون رؤوس حربية إيران الآن تحسب خطواتها بشدة هي الآن تقع تحت ضغط عسكرية وسياسية كبيرة من الناحية السياسية أنت تعلمين كما تفضلت في مقدمة هذا الخبر أن الأقسامات واضحة في الداخل الإيراني في صفوف النظام الإيراني بين المتشددين من جهة والإصلاحيين من جهة أخرى المتشددون يريدون إبطال هذه المفاوضات يريدون إفشالها لأن نجاحها سوف ينعكس على الإصلاحيين وفشلها بنفس الوقت سوف يعزز من مكانة المتشددين دعينا نقرأ أيضا في خضم قراءتنا التحليلية لهذا الموضوع ما نشره أو الرسالة التي أرسلها محمد جواز ظريف إلى خامنائي تعكس أيضا طبيعة هذا الصراع سيدتي عندما يختم جواز ظريف رسالته بأنه مستعد أن لا يقدم نفسه للترشح هذا يعني طبعا لماذا هو تحدث بهذا الموضوع لأن استطلاعات الرأي الإيرانية وهذا موثق في صحيفة في الصحف الإيرانية الرسمية صحيفة إيرنا على سبيل المثال بأنه فيما لو أقدم ظريف على الترشح للانتخابات الرئاسية فإن نسبة فوزه ستكون كبيرة جدا وبالتالي هذه ستكون ضربة كبيرة جدا للمتشددين الذين يسعون إلى السلطة وإلى امتلاك كرسي الرئاسة من هذه الناحية الجانب الإيراني يقع تحت ضغط سياسي داخلي وأيضا تحت ضغط اقتصادي كبير جدا يهدد كينومة الدولة الإيرانية إذا ما نظرنا بالتقارير التي ترد شكرا جزيلا وأعتذر على المخاطعة هذا ما سمح به الوقت شكرا جزيلا لك من باريس المحلل السياسي أستاذ شكرا جزيلا عدلت خريطة تجارة المخدرات على الحدود اللبنانية السورية من اتجاهاتها بعد اندلاع الحرب في سوريا لعام 2011 فما قبل هذا التاريخ نشطت عمليات تصنيع المخدرات وحبوب الكيب تاجون في منطقة البقاع الشمالي شرق لبنان القريبة من الحدود مع سوريا لا سيما في أماكن خارجة عن السيطرة الدولة كما ازدهرت في تلك المنطقة زراعة الحشيشة أو ما يعرف بالقرب الهندي غير أن الفلتان الأمني الذي رافق الحرب ركز النشاط على إنتاج حبوب الكيب تاجون لا سيما بعد إنشاء مصانع أكبر في سوريا انتشرت الصناعة بشكل خاص في مناطق القصير وريف دمشق القاضعة لسيطرة حزب الله ومجموعات تابعة للنظام السوري حيث وجد حتى عام 2017 أكثر من ستين مصنعا بين كبير وصغير لإنتاج حبوب الكيب تاجون المنشطة من بيروت انضموا لنا الكاتب والباحث السياسي طوني أبي نجم أهلا ومرحبا بك سيد طوني سيد طوني يعني الحرب ليست أهلا ومرحبا ليست دائما بالسلاح وبرفع السلاح وإنما هناك حروب موازية قد تكون أكثر دمارا من أن تسلط الرصاصة في وجهه الآخر هذه الحروب الآن التي تستخدمها إيران هي تغذيها على أكثر من طرف إذا كان ماديا أو حتى تكسبها بقعة كبيرة استراتيجية الحديث هنا هل دخلنا إلى هذه المواجهة الحتمية بعد أن فشلت إيران ربما حتى وإن كان بنسبة بسيطة في تغذية عواصم كثيرة بالسلاح سيدتي المعادلة بسيطة إذا راقبنا ما زحلة بالعواصم العربية الأربعة أو البلدان الأربعة التي أعلن الحرس الثوري قبل عوام احتلالها أي بيروت ودماشق وبغداد وصنعاء يمكن أن ترى كيف أن الدمار والتراجع والانهيار أصبحوا معالم هذه الدول وبالتالي الاستكمال عملية التدمير الممنهج للدول العربية حيث لا يستطيع الحرس الثوري أن ينفذ إلى الداخل بسبب وجود بنية دولة قوية داخل كل دولة يعتمدون ربما أسلوب آخر أسلوب يتعلق بإرسال أو تصدير المخدرات والحبوب المخدرة كالكابتاجون إلى داخل هذه الدول من أجل محاولة ضرب المجتمع من الداخل وتحديدا فئة الشباب التي تشكل العصب لمستقبل هذه الدول والتي يجب أن تكون عصبا واعدا من أجل هذه الدول وبالتالي سيناريو التخريب والتدمير الذي تمارسه إيران عبر أزرعها وفي طلعاتهم حزب الله يبدو أنه يتوسع باتجاه أن يشمل بقية الدول العربية لأن إيران كما نعرف قائمة على منطق تصدير الثورة وبالتالي من أجل التمكن من تصدير الثورة عليها أولا إضعاف بنيات كل دولة من الداخل كما حل في الدول الأربعة عبر حزب الله وعبر الحسيين وعبر الحشد الشعبي وغيرها وبالتالي لا يمكن إلا أن نرى الموضوع من ضمن هذه الرؤية الشاملة لمشروع إيران في المنطقة عبر أزرعها وربما كانت تحاول أن تمارس أكثر هذا الدور أو أن تفعله أكثر في هذه المرحلة تحديدا لأنها تذهب في اتجاه يعني إعادة موضوع المفاوضات النووية ومن ثم العمل على محاولة رسم معادلات أو توازنات قوى جديدة في المنطقة هنا الحديث ربما هل من الممكن أم أنه مستحيل السيطرة على هذه المافيا هنا نتحدث عن نقل أيضا إيران لخبراتها إذا كان في صناعة الصواريخ الباليسية يضهيها الآن أو نفس الوتيرة هي تصنيع هذه الأدوية المخدرة يعني هم ليسوا بحاجة إلى إدخالها بقدر ما هم بحاجة إلى تعليم تصنيعها صحيح ولكن سيدتي نعم يمكننا أن نواجه هذه المافيا وهذه الآفة وهذه العصابة التي تعمل يعني هي نقلت خبراتها من بعدما كانت ربما تعلمت من المافيا في أمريكا اللاتينية حيث تنشأت مجبوعات كبيرة تم ضبطها وتم تمت مراقبة علاقتها بحزب الله يمكننا ولكن بشرط أن نذهب إلى صلب الموضوع مباشرة لا يكفي ولا يجدي نفعا أن نضبط شحنة مخدرات من هنا أو مصنع كابتاجون من هناك علينا أن نذهب باتجاه الانتهاء من أزرع إيران في المنطقة اليوم سمت مسؤولية كبرى على المجتمعين العربي والدولي على الولايات المتحدة والدول الأوروبية وكل من يجري مفاوضات مع طهران من سابع المستحلات أن تعرف المنطقة الاستقرار من دون الانتهاء من المسلس المتعلق بالأسلحة النووية بالصواريخ الباليستية والصواريخ الزكية وبموضوع أزرع إيران في المنطقة كل العلاجات على طريقة المسكنات لن تجدي نفعا يجب أن يتم التعاون ما بين الشعوب هذه الدول وما بين المجتمعين العربي والدولي من أجل الضغط باتجاه تنفيذ القرارات الدولية في لبنان سمت قرارات واضحة القرار 1559 الذي يتعلق بتجريد الميليشيات من سلاحها ويعني بشكل خاص حزب الله وأيضا القرار 1701 الذي يجب أن يتم الاعتماد عليه من أجل ضبط الحدود اللبنانية السورية بشكل كامل والانتهاء من كل عمليات التهريب في الاتجاهين لأن حزب الله اعتمد على مصانع الكابتاجون في مناطق القسير والمنطقة المحازية للحدود اللبنانية وبالتالي إن لم نذهب بكلنا باتجاه معالجة جزرية لكل المشكلة فإننا سنعاني من تمدد هذه المشكلة ومن اتساع رقعتها يوما بعد يوم أشكرك جزيل الشكر على هذا التوضيح كنت معنا من بيروت الكاتب والباحث السياسي أستاذ طوني أبي نجم شكرا جزيلا لك بالتزامن مع الجدل بشأن موقف حكومة الوحدة حول ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا يصر اليوم أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة خمسة زائد خمسة إلى مدينة سيرت وسط البلاد تمهيدا لعقد اجتماع للأجنة العسكرية الرابع في مقرها الدائم بالمدينة أفاد مراسل الحدث أن الاجتماع سينطلق بمشاركة البعثة الأممية وفريق المراقبين الدوليين ومندوبي اللجان الفرعية المنبثقة من اللجنة العسكرية من المقرر أن يبحث الاجتماع تنفيذ النقاط العالقة في اتفاق وقف النار وإخراج المرتزقة تمهيدا لفتح الطريق الساحلية بين سيرت ومصراطة ونزع الغام إلا أن آمر غرفة عمليات سيرت والجفرة الموالية لحكومة الوحدة اللواء إبراهيم بيت المال كان قد أعلن سابقا أن الطريق الساحلية لن تفتح قبل إخراج المرتزقة وتراجع قوات الجيش الليبي الأمر الذي ينذر باحتمال حدوث تعقيدات على اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة من بنغازي ينضم لنا السياسي الليبي ونائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي سابقا أستاذ عبد الحفيظ أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الحفيظ أستاذ عبد الحفيظ يعني كلما كان هناك أفق كان أمامه تعقيد أكبر ما زال ملف المرتزقة ملف كبير ومتشعب وإن لم يكن ملف أساسي ورئيسي سيخلف على ليبيا إيراث أو ورث كبير جدا في ملاحقة هذه المرتزقة ومليشياتها المزروعة إلى أي مدى هناك الآن حرص على تفكيك هذا الملف حرص على أن تكون الأمور شفافة وواضحة وهنا نتحدث عن رقابة أممية كانت تتحدث سابقا على أن هذه الملفات لابد أن تكون لها الأولوية نعم مساء الخير أختي الكريمة والمشاهدين لقناتك الموقرة بكل تأكيد يعني اتفاق اللجنة الأمنية الذي تم منذ أكتوبر الماضي يعني لم ينجز الحقيقة الكثير لأن أهم ما جاء في هذا الاتفاق هو خروجا مرتزقة خلال فترة حددت بثلاثة أشهر والآن مضت ستة أشهر كاملة ولم يتم تنفيذ هذا البند المهم أيضا البند المتعلق بتشكيل القوة المشتركة الآن يعني آمر غرفة العمليات الذي أشار إليه تقريبكم يقول بأنه لن يتم الانسحاب إلا بعد سحب قوات الجيش وكذلك مرتزقة هذه الاتفاق نص على تشكيل قوة مشتركة تحلل محل الوحدات العسكرية والجماعات المسلحة المختلفة الموجودة في هذه المنطقة أي في منطقة سرد في المنطقة الوسطى وبالتالي لو تم تشكيل هذه القوة من قبل الطرفين لانتهت الإشكالية ولم يكن مثل هذا الشرط قائم على الإطلاق وتم البدء في الفور في مسألة تصنيف هذه الجماعات بعد أن يتم حل إشكالية المرتزقة وخروج كل المرتزقة أعتقد الآن الذي دعا إلى الاجتماع هي هذه الضغوط الدولية التي تمارس على أطراف الصراع من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في المصار الأمني لأن الجميع يعلم بأن تعطيل المصار الأمني سيعطل تبعا لذلك المصار السياسي والذي يعول عليه الليبيون وكذلك المجتمع الدولي في المضي وفقا لخار الطريق إلى انتخابات في نهاية الآن وهذا لن يتحقق إذا سمرت الأوضاع على ما هي عليه من الانقسام في المؤسسة العسكرية الواحدة وبالتالي هناك ضغوط تمارس هناك الولايات المتحدة الأمريكية عبر سفيرها أو قائم بأعمالها سيد نورلند يمارس ضغوط على أطراف الصراع من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في أكتوبر الماضي كذلك لجنة المتابعة المنبثقة عن اجتماعات برلين هي ترغط باتجاه أن تقوم الدول التي حضرت برلين بتنفيذ تعهداتها وتحديدا روسيا وتركيا التي حضرت ذلك الشماء والتزمت بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وهي المعنية بمسألة المرتزقة وتواجد الأجنبي في ليبيا أعتقد أن هذه الضغوط هي التي دعت إلى اجتماع اللجنة الآن يعني هذا لا أعرف إذا اجتماع السابع أو الثامن لللجنة ولكن أهم ما جاء في اتفاق هذه اللجنة لم يتم تنفيذها سأعتذر على مقاطعتك أعتذر على مقاطعتك ولم أشأ منذ البداية لأنه الصوت كان فيه مشكلة أصلا فحبيت حظتك تنهي إجابتك ننتقل الآن إلى شكرا جزيلا لك من بن غازي السياسي الليبي ونائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي سابقا نستاذ عبد الحفيظ غوقة ننتقل بكم الآن مشاهدين إلى كلمة مسجلة للكاظمي لمناقشة الحريق الذي حدث في مستشفى ابن الخطيب متابع بسم الله الرحمن الرحيم في البداية عزيكم وعزي شاب عراقيا بالحادث المؤلم في مستشفى ابن الخطيب راح بي عدد كبير من الشهداء من ابناء العراق مظلوم عندنا اليوم القيم ما حدث ونحاسب المقصرين بكل قوة ما حدث لا يمكن التساهل به تحت عنوين معينة تماس كهربائي أو خلل بسيط لا إذا كانت ماس كهربائي أو خلل فإن أكو تقصير وعليها دسمع اليوم التقرير السيد وزير الصحة والسيد وزير الداخلية والسيد محافظ بغداد ومن ثم نأخذ تصورات في إجراء شفاف لكي يعرف الجميع أنه من يقصر عليه الحساب أترحم على جميع شهداء العراق وعلى جميع شهداء مستشفى ابن الخطيب وأقدم توجيه لكافة الوزراء العمل على مساعدة عوالي الشهداء نقل الجرحة اللي يحتاجون للعلاج خارج العراق بأسر وقت السيد وزير النقل يوفر إمكانيات لنقلهم في أسر وقت وزارة الصحة تقوم بدورها بتوفير كل المستزمات وزارة المالية يتوفر المال لإنقاذ ما يمكن إنقاذه تشكل لجنة تخصصية برئاسة السيد وزير الداخلية وعضوية كل من وزير التخطيط والسيد وزير العدل وكذلك يضاف اللجنة السيد رئيس هيئة النزاهة وكذلك السيد رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي وكذلك يضاف للجنة ممثل عن البنمان العراقي بصفة مراقب يحطى اللجنة هذه الفقرة الأولى الفقرة الثانية تتولى اللجنة إجراء التحقيق في حادث حريق مستشفى ابن الخطيب وتحديد المقصرين ومحاسبتهم عساب نقطة ثالثة تسحب يد السيد وزير الصحة وحالته للتحقيق رابعاً تسحب يد السيد محافظ بغداد وحالته للتحقيق ومحافظة بغداد مسؤول على القطاع الصحي في المحافظة خامساً تسحب يد السيد مدير صحة بغداد الرصافة وحالته للتحقيق سادساً تنجز اللجنة على عمالها خلال خمسة أيام وتقديم تقريرها إلى مجلس الوزراء انتهى الآن ننتقل للفقرة الثانية هي إعداد فقرة قرار لمجلس الوزراء باعتبار ضحايا الحادث شهداء لم تؤثر جائحة كورونا على حياة الأوروبيين صحياً واقتصادياً فحسب بل أيضاً على الحياة البرية والبحرية والمعالم الأثرية والتاريخية في هذه القارة الزميل ليث بزاري رصد تلك التأثيرات من خلال هذا التقرير الذي صورته الحدث حصرياً في بعض المناطق الأوروبية لم يتخيل سكان المناطق الأثرية في أوروبا أن تتحول مناطقهم لما يشبه ديكورات الأفلام التاريخية جبل القديس ميشيل شمال غرب فرنسا والذي يعد ثالث أكثر الأماكن السياحية قصداً من حيث عدد السياح في فرنسا بات خالياً من السياح بعد عام على تفشي كورونا جنوباً حيث السواحل الفرنسية التي تمتد لأكثر من 3800 كيلومتر الشواطئ لم تطأها قدم منذ أشهر ما أعاد للرمال لونها ورونقها الطبيعي وشجع الأسماك للاقتراب من الشواطئ قبل كورونا كانت تلك الشواطئ مقصداً لنحو عشرة ملايين مصطف سنوياً الريفيرا الفرنسية بمطاعمها ومقاهيها الشهيرة وكرنيشها قلب كورونا معاييرها لتصبح شواطئها خالية وحتى السفن الحربية أصبحت راسية في ميناء تولون البحري العاصمة الإسبارية مدريد التي كانت مقصد الأثرياء قبل كورونا أضحت اليوم عاصمة الفقراء الجدد بسبب التأثير الاقتصادي للجائحة المستفيد الوحيد كانت شوارعها ومعالمها وقصورها التاريخية بسبب قلة الحركة وانعدام السياحة ما أدى لانخفاض التلوث البيئي وهو نفس الوضع في برشلونة عاصمة إقليم كتالونيا بيرغامو مدينة إيطالية هادئة هذا قبل كورونا فمنذ انتشار الوباء فيها أصبحت مدينة أشباح بعد أن شهدت أعلى نسبة تفشن الفيروس في البلاد سياحيا أصبحت معالم المدينة التاريخية تلفت الأنظارة وكأنها شيدت من جديد لقلة المرة والمركبات في فينيسيا أو البندقية شرقا الأمر مختلف فرب ضارة للبشر نافعة للحياة البرية رغم حالة الرعب التي أثارها فيروس كورونا المستجد في هذه المدينة العائمة إلا أن قناواتها أصبحت أكثر نقاء وصفاء وشفافية مع تراجع نسب التلوث بفضل الحج الصحي والعزل الجماعي أما سويسرا شمالاً وتحديداً مدينة لوغانو عاصمة إقليم تشتشينو الناطق باللغة الإيطالية فقد أصبحت بحيرتها نقية وهادئة بلا روادها وعازف البوق السويسري أصبح يعزف وحيداً وصوت معزوفاته يدوي في جبال سويسرا الشاهقة الكاظمي يوقف وزير الصحة ومحافظة بغداد عن العمل ويحيلهما للتحقيق بعد حديثة مستشفى بن الخطيب برسالة خاصة وزير خارجية إيران يطالب المرشد بتخفيف الضغط عن فريقه التفاوضي بذلك مع خلافات حول خروج المرتزقة وفتح الطريق الساحلي اللجنة العسكرية الليبية تستأنف اجتماعاتها بسرط شكراً لكم على حسن المتابعة إنما كنتم مشاهدين دمتم بخير وفي حفظ الله وأمانه إلى اللقاء اشتركوا في القناة